قال علمت أن الناس كلهم يتعهدون ويتحاشدون ويتباغدون فبحثت عن ذلك فوجدت السعت في الرزق والضيقة في الرزق يا صباح العسل ويا صباح الرزق ويا صباح الجمال ويا صباح الرضا صباحك عسل أول حاجة النهاردة أول يوم قررت أن أخفف الأكل شوية عشان ننزل شوية في الميزان قمت الصبح كده عملت الجملة قريجة ربطها في الكابة بربع كوباية لبن حطيت عليها زعتر وبس وحتى على الوش كده زيت زتو وخير وجر كير بقى وزا ما انتم شايفينه حبة البركة عايز أقولك مغزية جدا ونص كوباية شي حطيت عليها الباقي لبن والأرشيلة دي بيدقيل أمحي كامل عادت أنا وندين بقى نفطر مع بعض عايز أقول لكم فعلا فعلا يعني بجد كان فطر حلو ومغزي ومش بعانا شبعت وندين شبعت وفطرنا وعدينا اليوم مش لازم يعني ايه يعني ساحات الواحد بصوا هتقول لي يا نشفة انت كل مرة تعمل دايت وبعدين فيك دايت وبعدين سيبت دايت وبعدين تاكل أيوم ما أنا بنا قدمى احنا كلنا جدا يعني لو جيت تقول لي بين لو جيت تكرني بيني وبينك هتلاقي نفسك كده برضو ساحات الواحد بيلتزم يومين وساحات الواحد يقول لك لأ طب خلاص أنا هاكل يومين فاحنا كده يعني راحين جايين ربنا يسبتنا ومعدين هقولك على حاجة برضو حتى ما فيش بنا قدم بيعيش على يعمل دايت على طول وبعدين أنا بص عايز اقول لكم انا مش عاملة دايت انا مخفيفة بس في الاكل باك والاكل العادي بس مخفيفة يعني بدل ما حط دا حط دا كده يعني فهمين قصدي يعني أنا النهاردة عامل غدا حلو برضو مشبع وهيجبكم جدا وفي نفس الوقت يعني حلو خفيف عادت فطرت كده والصبح بقى وروأنا على مزاجنا وفطرنا قاعدين انا دايما بفطر انا ونديم يعني اكتر الاوقات بفطر انا ونديم يعني نديم تبقى برضو نفسها تخفيف زي بس احنا مش عارفين بس برضو احنا وصلين لحاجات كتير حلوة ان شاء الله ربنا هيكمل لنا وفي نفس الوقت يعني انا بتبقى نايمة وعلي بيكون نزل وامير بيكون نزل او ساعد بيبقى نايم فنديم اكتر الاوقات اللي انا بفطر انا وهي سوى قاعدنا فطرنا وزبطنا على مزاجنا بقى قاعد عالتلفون نيجي شوية اكتر قلت يا ناشف قومي بقى تشجعي وتنشطي بس مين ولا تشجعت ولا تنشطت قلت لأ انا عشان هتشجع واتنشط عايزة فنجان قهوة ما انت يسا بتشربي شاي ولابا نماشي بس قهوة بس كده تروق على المزاج بعد الفطر ده بساعتين فضلت عدا ساعتين مع ماتش حاجة قلت لأ خشي بقى عمليك فنجان قهوة كده ايه من القلبك يحب بس بقى رحت القهوة ذات نفسها بتصحصحني وبتهواني وكان فيه شوكولاتة كده من نبعوف هي دي بالبون برضو هي شوكولاتة دارك خالص قوي يعني بس متاع ما حلوة انا شفاها انا يعني حلوة شوكولاتة كده بصو هي من جوة مش شوكولاتة من جوة كده يعني حلوة اللي بياخدوا بروتين والحاجات دي حتى اللي انا بشتريها منه قالي ده اكتر بتوع الجيم بيستعملون اخدت بقى فنجان القهوة بتاعتي ونص قطعة الشوكولاتة دي وقعدت كده بقى ايه اشوف يا بنتي هتقوم تعمل ايه يا بنتي اقوم خلص اللي وراك بص يا حلوة بصراحة خلصت بقى قومي بقى بص امير جاب للتموين يعني التموين اللي برا مصر بحكي لكم كل شهر ده يعني دعم كده كل شهر بيجي للمواطن من مصر كل المصرين بيجي لهم حاجة اسمها تموين المهم ده زيت ورز وسكر وده مسحوق اوتوماتيك بتدفعي 10-20 جنيه وبيجي لك التموين ده البيبسي ده بقى مش من التموين ماشي ده هو حاجة اسمها بديل عيش حجايا بدل عيش المهم بكده خلص برز بقى كل حاجة مكان عنا دايما حط عالبة كده تحتها منديل للزيت عشان ما بهدليش المطبخ وده كان السكر خلاص كان نصه قرب يخلص فامليته بصوا انا اكتر حاجة بتخلص من عندي الزيت يعني انا اكتر انسانة في الدنيا بتستهلك زيت ولا عزم بجد يعني مش عارفة ايه القصة يعني يعني انا الزيت فمش تحسون انه عصير بنشربه لكن السكر قليل ما بيستخدم السكر كتير لو قعدت في الشهر ده عملت كذا مرة حلويات وده كان رز بس عايزة اقولوك اول مرة في حياتي يجي لي رز حلوة كده مش عارفة لي رز كده حبايته طويلة ومعرفش يعني الكيسة دي لو معينش يعني نفس الشركة دي او نفس اللون ده انا بشوفه عادي بس والله عزيمة رز المرادة حلوة جدا تقولي انشو احنا اصلا ما بنتبخش رز التموين انا بنتبخها عادي وكان من كيس مكارونا صغير وكيس شعرية فضيتهم برضو على علبة المكارونا وعلبة الشعرية بس يعني طبعا الشعرية التاني تبقى احسن شوية انا بحب الشعرية التاني بحب الشعرية دي بس يعني هنقولها لأ اول كل خير في البيت حلو ربنا هيدي معين نعمه بصوا انا كنت جاي بالردة يوم ما كنت بعمل الكبدة بالردة يوم الخميس ما كنت عاملة تحدي خير فكنت سايبها برا كده فقلت لأ انا بقى في العلبة بتاعتها لان الردة انا بستعملها في حاجات كتير حتى لو بتخبز بيها لو هدخلها عالدقيق يعني الردة اللي هي النخالة بتاعت الدقيق الردة اللي هي ايه النخالة بتاعت الدقيق انا ما اظن يعني اللي مش عارف بالردة خلاص كده وكنت جاي بكيس مكارونا سباكتتي هفطي في علبة المكارونا اللي سباكتتي يعني الحالة بديت طويلة دي حلوة ما تفكرش ان هي مملة انك بتعود تدخلكها المكارونا واحدة مش واحدة بوحدة يعني هي انا بيدخلها بها بس على مرتين تلاتة يعني اضغط عليها كده تقوم اخذ المكارونا ونزلة بس حلو الله ما بتاخدش معايا مكانش في الخزين تحت في ضرف الخزين وزغنطوطة كده وبتاخد كيس المكارونا زي الفل والمكارونا بتبقى وقفة كده لا بتتكسر ولا اي حاجة خلاص كده المكارونا والردة باكو الشاي بقى وانا باعمل السكر طلعت برطمان السكر اللي انا احطه مليته وده مليته انا باكو الشاي برض اللي بحطه هنا عند الكوفي كورنون كده بقى الشاي والسكر كده الحمد لله زي الفل بنرس بقى كل حاجة كده وبنرجحها مكانها اخد لوستين والنبي انا باعش اقول له انا باعش حاجة اسمها المكسرات انا بقيت بجنن على حاجة اسمها المكسرات مش عارفة ليت وانا شو ما هي غلط بقى موت فيها مش عارفة يعني لوستين تلاتة كده راحة جاية معرفش ايه مكنتش كده مكنتش كده فعلا بس بقعد كل يوم الله لو عايزة حبيت عن جمل انا عايزة حبيت لوز بص هموت انا عن عن جمل واللوز المهم مليت كده اذاست الزيت ومليت كده الخل وهيبقى حطوهم بقى مكانهم ايوة طبعا انا مخففة من المكسرات والحاجات دي بس يعني تلاتة مش هعملوا حاجة رجعت بقى كل حاجة كده مكانها والمطبخة وزي الفل مفيش عندي غدكس المسحو بتاع الاوتوماتيك هفضي ده امير بردو جايبه دي انا بحب بونكس جدا يعني انا بحب بونكس قوي خلاص كده رصيت بقى كل حاجات اللي جاتلي انا بحب بقى نخش نطبخ على طول هعمل نهار ده حمام كده بسريع كده على ايه يعني بالسرعة ده انا بشيل كده كما كورونايا على البوتاجاز عشان متحرقش وتباوه دي البوتاجاز حطي انا حبة زيت وانزل عليها ببص اللهية بصي لو انت بتعملي بالكباد والاونس ممكن تكونوا حتى الكباد والاونس في الاول لفيلم ده لكن انا ما عملتوش بالكباد والاونس انا عملتو عادي رص عادي خلص وحطيت بقى كده بس انا حطي زيت قليل ماشي وانزلت عليها بكباية الرص وملح وفلفل واحط ارفق يعني انا اساسي عندي رص اللي بتحاشى بيه لازم ارفق ممكن تحطي بقى الكباد واونس بداعتك انت بقى تقطعتها صغيرة بس انا ما حطيبش بصراحة ده كنت انا عملاء وعيناك اللي هي الحمام الكتاب هقول لكم لسه حكاية الحمام الكتاب دلوقتي جبت طاقين كده وحطيت في كباية ونص رص مخصولين وانزلت عليهم بكيلو لبن كيلو لبن عادي مش مغلي لسه ما تغالاش وحطيت عليه ملح وحبة سكر ومعلقتين سمنة اللي وقعت الكبيرة قوي دي ما حطيطاش انا شلتها يا وقعت مني فانا شلتها حطيت معلقتين سمنة واحلى حاجة ان انت حطي محلقة سمنة بالتي في الطاجن زي ما هم كده ودخلتهم الفرن نعمل تاك الرص معمر يهبلك احنا بنعشقه بصرح عملت كده بطاطسين قلت عملت شوية شربة خضار يعني شربة خضار حلو وبتشبعه وكمان مفيدة يعني ان انا كده كده مش هعمل خضار بسلسة الرص معمر محسوش قوي عايز خضار بسلسة يعني ممكن ملوخية على فكرة بس المهم يعني ايه لا ولا ملوخية المهم دي اللي وراك بقى اللي كنت بقولكو عليها انا قطعت قطاطس وكوسة وجزر وبسلة خلاص اللي وراك دي انا كنت عاملها ازاي كنت حط عليها ديبس رمان وصياسوس ومالح وفلفل وبابريكا ومتبلها وحطها في التلاجة يوم ما كنت بعمل تفريزات الفراخ خلاص بس مشكلتهم ايه بقى ان هم صغيرين قوي وحساهم يعني الجلد ما بيقفلش كده عليهم فمرتح لهم قوي فقال انا منهم انا في العادي بحشي الفراخ كده واقفلها بخلة وقوم حطاهم في صنية وقوم حط عليهم شوية صلصة بقى وتدبيل وحط دخلها الفرن لا بلفهم في ورق ولا بعملهم اي حاجة بس دول بصي لو لاحست اجي قفلها مش بيتقفلوا على بعض فالحل الوحيد بقى لما يكون عندك وراك كده وهيدوخوكي ومش هيعملوا وهيفتحهم منك في الحلة فالحل الوحيد اللي انت اللي احنا فاكرين زمان قوي اول ما تعلمنا نعمل بقى الحمام الكتاب كنا نعمله بالطرقة دي اي نعم انا معتش بعملها لان خلاص يعني معتش بيفك مني بس اما بكون قلقانة كده من وراك معينة بعملها بنفس الطريقة هتجيبي ورق الستريتش بتاعك العاتي وتلف بيه كده زمان دي شايف الحمام هوا يا كبان كده بس خلاص هي مسكت نفسها وكله بس برضو يعني احتياطي وفي نفس الوقت انا مستعجلة لو دخلت الفرن بيغيب شوية لكن على البوتاجاز كده في المية هيخلص مفيش نصف ساعة يكون خلص معاك بتربطيها كده من هنا وبتربطيها من هنا زي البمبونية وبرضو بعد ما تخلصي كل الستريتش بورق فويل بقى واحدة واحدة تلفية ما بيخدش ورق فويل كتير يعني حتة بحتة يعني كده حتة صغيرة بحتة صغيرة وتلفية زي البمبونية لما تخلصي الكمية بتاعتك كلها تكون انت مولعة اصلا على مية سخن حطي في المية حبهن ومستيكا ورق لو رح حطي انت عايزها هاتوي انا شو وما بيخدوش طعم الأكل لا بتحس كده ان انت بتعملي لأنا لازم اي حاجة بحط في المية بتاعتها اباهارها خدت البمبونيات بتوعي اربعة ليا نشوة اني ندين اني ننتقلش الحمامي الجد والله ولا ندين بس انا قلت يعني ايه اهو هعمل ايه الواحد احتر كل يوم الصبح يقوم هطبخ ايه هنطبخ النهاردة هنأكل ايه النهاردة بصراحة تعيبنا يعني حطيت في الحالة انا حبيتها وريكم ان الحال لا فيش فيها ولا نقطة زيت حطيت فيها ثلاث فوصة حبهان ورق لورق وما استكد بس وانزلت بقى بالخضر اللي احنا مقطعينه وحط عليه اي بقى بهارات الشربة اللي انت بتحب بيها فلفل اسود كيبابا صيني ارومفل بهارات الشربة اللي انت بتحطيها همية عادية من الحنفية مش حطينا شربة ولا حطينا اي حاجة وملح وفلفل بصوا شوية كده بتكون استوات عايز تحط بقعب مرق حطي بس انا مش بحط كانت الفراخ في نفس الوقت كمان استوات معنا انطلحها بقى من المية بتاعتها وناخدها ونروحها للحوض عشان هي هتنزل المية لسه قوي ما تبتح الورق الفويل ممكن نبقى فيها مية جوة فتحطيها عند الحوض عشان ما تبهت اللي كيش الدني فتحتها كده بشيلها بالمقص وبصوا بتبقى مسكة نفسها جدا 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 يعني يسكن نحن بنحط في الورق الفويل الحاجة المفرومة بتمسك نفسها مباليك بقى الحاجة اللي مسكة نفسها أصلا فبصي خلاص شوفي تمرجحيها مش يحصل لها أي حاجة ولا في رزاية هتقع منه هنجيب نص معلقة صلصة بصي نقطة دي عليها ما فيش نص معلقة زيت ومعلقتين يدوب خل بس او لمون برحتك أي حاجة وتحطيهم كده في القرف أو في الشواية عندك على الشواية بتاعت البوتكاس عايزة تقليهم يقليهم في الزيت بس أنا بحس إنه ما بحبش أقليها الحمام يكدف في الزيت قوي مش بحبه بس عايزة تعمليه يعمليه وندخلتوا كده أنا دخلتوا في القلايا نتحط في الشواية أي حاجة يعني تحت الفرن برحتك قلت بقى ما أعمل طبق صلطة كده محترقا فيه شوية ألوانات كده تفتح النفس وفي نفس الوقت تشبع وفي نفس الوقت كده تمل المعدة بقى فهمين قصدي لها إيه قعد شبعانا شوية يعني يعني تبقى وجبة كده كاملة من نوحة وبرضو فوايد الخضار انتو عارفين وجرجير بقى وفلف الألوان وطبط المخيار بصوا طبق ألواناتو ألواناتو حابت بقى لمون وخلص محطتش ملح ولا حاجة ولا سوس للسلطة ولا أي حاجة هم مدول بس نزلت كده دي الرز بتاع الحش وبتاع الحمام كملت سوا بقى على النار وبعدين في الأخر نزلت عليه كده بالحمام والسلون الحمام طالعا عمل إزاي بجد فظيع أنا بقى الحمام الحمامية بتاعتي قطعتها كده قلت أورها لكم بس سخنة جدا انتو أنا مش عارف نمسيكها بصراحة وإيجي واجعتني فقلت إيه أنا أورها لكم بس كده على السريع ومعدتش هقطع هبقى قطع هبقى وأنا بأكل حطت بقى كده الطبق يعني الطبق بتاعي بص دايما أنا هتم بالطبق بتاعي قوي أنا عاملة ضايت يا بحس إن أنا نفسي نتفاتح كده من الشكل بص والفراخ مستويه إزاي وشكلها من جوه فضيعة أنا هاخد الطبق ده هستكفي بالرز اللي جوه الفراخ لإني يعني معلقتين رز مسلا جوه وطبق شربة الخضار والسلطة والفراخ فحلوة قوي اخدت البروتين بتاعي والخضار والفيتامينات والمعدن بقى والهصر اللي إنتوا عارفين هل أنا معرفهاش قوي يعني وخلص حلوة قوي كده مش هاخدنا شوية كتير من كده التعمت يعني خلصت على الرز اللي جوه الحمام وكده زي الفل قوي حلو حلو بعد بقى محملنا الغداء كان الغداء لسه على فكرة يعني بيستوى على فكرة ما كانتش إيه خلص قلت بس أنا جبت لكم الفيديو ده عشان منفصل كده مش في وسط الأكل جبت معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني هنعمل جرانولا بس جرانولا بالشاي الماتشا جرانولا اللي إحنا بنجريها من السوال ماركة الحلوة دي حطينا أول معلقتين عسل بس المفروض كنا نحط نص كبات عسل أنا حطيت ثلاث معلق عسل بس عشان خايفة من العسل بصراح وأي مكسرات عندك أنت حطيها لو أنت بتحبيها بالمكسرات أنا كان عندي حبة لوز يدوب كبشة كده زغنططين وحبت فوزدق ليه فوزدق عشان ده عايزة لأنه أخضر كده شوية النهاردة حطينا أول حاجة كباية ونص جوفان ونزلت عليها بالمكسرات اللي أنت عايزها عندك دي بزر فيه بيسموها بزر يكتين وفي بيسموها بزر قرع أي بزر عندك ودي بزر شاية وده بزر ودي بزر الكتان أي بزر عندك مغزية وبتبقى حل وأوي أوي أو يعايز أقولك الضيق في الحاجات دي بتبقى حل أنا هديف معلقة شايماتش بس أنه نصيحة مني ما تدفوهش في الوقت يعني شايماتش طبعا دي فوائد كتير شايماتش دقيقية ناشو اللي هو شيء أخضر ممركز جدا يعني دي فوائد كتير بحاسي عنه هيقولك أنا ما بحاست قالولي أنا مايش في الزبيب قويا بس أنا حطيت كده إيه وممكن تحطي بقى فهوكة مجففة ممكن تحطي طفاح اللي أنت حابها حطيه حطيه قرفة كل حاجة أنا حطيت بس زر من الملح صغيرة تثبت بقى الطعم ده كل ونقطة فانيلا تعقلبي ده كله بقى فضعت تكرى نقول لها اللي احنا بنشتريها تاخديها بقى يعني عايز أقولك هتقولي أنا شوما ده حاجات كتير قوي أكيد أنا مش هجيب ده واكله بالمعلقة أنا لها مثلا في اليوم معلقة اتنين من ده يعني حلو جدا حلو والليل تكلي بقى معلبة مع زبادي حلو ومشبع وفي نفس الوقت مغزي وفي حاجات كتير حلوة أنا فردته كده على صناف الفرن وعلى ورقة سبتة وفردته كده زي ما انتوا شايفين وهندخل الفرن عايز أقولك عايزك تطلعي تقلبيه مثلا كل دقتين ولا حك بصوا طالع عامل ازاي لونه فظيع بجد لونه حلو بس أنا بقى ايه قلت هفتكس من عندي وزود له كمان معلقة شاي ماتشا فحسيته مرر شوية انت ما تقطريش الشاي الماتشا ماشي حسيته كده مغلقة وقتين تحطيه بقى في أي برطمان من دفع عندك بصوا أي معلقة كده على حبة لبن دفيهم على زبادي فظيع أنا هتعشى منه بصوا عايزة أوريك وبقى الغداء كله كده على باعته الحمام فظيع بجد حلو قوي والسلطة والأكل بتاعي عجبني وحسة أن أنا شبعت جدا عايزة أقولك أنت لو فرقت على الأكل معناش وقت لقيني فعلا شبعت قلت وشبعت وقعدت فترة طويلة كمان مش جعانة حتى المفروض أن أنا بأخد سيناج بين الغداء والعشاء زيما أخدت بين الفطار والغداء قهوة لا خلاص ما قدش عايزة أي حاجة فصلت خالص حد بالليل خالص جدا بصوا من جوة بقولكوا فظيعة فظيعة بتات وأنا كمان المرة دي مش مالياها رز قوي عشان أنا كمان عشان ما بقاش أغطى كمية رز كبيرة وعملوا بتلهم بقى الرز المعمر بقى عايزة أقولك الرز المعمر طالع من جوة من فلفل زي فظيعة شارب كله لبن وسامنا بلدي ويعني ريحته كانت قلبة دانية والجرانولة اللي أنا عاملينها إحنا عاملينها اللون عايزة أقولك إن هو أصلا تريند طالع على اليوتيوب وعالفيس الجرانولة بالشاي المتشأ وعايزة أقولك إن العلبة بتاعته اللي ربع الكمية دي دخل على الربعمية وخمسمون جنيه أولا عظيم بجد مش عارفة ليه أنا شفتها ما استغربت وقلت عاملها أنا ما فيش بعشر عشرين جنيه جبت كوية عندي ده كده ساعة العشان جبت دي زبادي يوناني أخدت نصها بس ما أخدتاش كلها لأنه قلت كيوي ونص معلقات الزبادي وأحط عليها معلقة كده من اللي أنا بقول لكم الجرانولة اللي أنا عاملها دي زي ما انتوا شايفين حلوة قوي وكفاية يعني أنا قطرت كمان ده كده حلوة قوي خلاص يا حاج وربع معلقة عسل دي ربع مش نص ربع معلقة عسل كده تزبط لك الدنيا واقعد بقى كده قدام التلفزيون ولا أحرم نفسي ولا حاجة ودلع نفسي وعد كده كل بقى العشق جامد ده وبعدها بساعتين هنام وطبعا عايز أقولكم أنت لازم يعني طبعا أنتوا عارفين كل الكلام ده أنا بتعلم من كل حاجات دي بس بقى شرب الميا يعني مفروض نشرب ميا كتير معايني أنا أكتر حاجة بنساها يعني بس أنحاول بقى نبدأ نزبط نفسنا معلش أنا رغيت عليكم وصدعتكم بس يعني يومي وأنا حبيت أشارككم معاكم يلا تصبحوا على خير ما تنسوش تضغطوا لايك